طريقة غير معبدة كان فيها بزاف 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 الصعوبات من الحمد لله وصلنا للدوار وكاننا وصلنا للدوار في جامعة امين دونيت باش يستفدوا واحد اصطاديا للدوار ولكني طرقت مرة كانت مقطوعة بزاف باش وصلنا وطلعنا للجبل وفي الجانبة دي الطريق يبن انه وراء الحجر مازال كي طايح وطرق كانت مقطوعة يلا كي حلوها وصلنا للنقطة النهاية اللي هي وصلنا للدوار السابع وصلنا للدوار السابع اول حاجة بتيسر دي الله وكني الحاجة التانية اللي هي كيف ما كنا نعرفه نعرفه على المغاربة ليه المغاربة وما كي حسب الدرويش السلام عليكم معكم محمد ميلودي من المغاربة من الجمعية معكم كيف ما كتعرفوا في اطار الانشيطة دي الجمعية معكم الخيرية والتضامنية من اللي وقعت هذه الفاجعة في المغرب وخصوصا في منطقة الحوز و اقادير و تارودانج كانت الجمعية صباقة لكي تدير واحد الاكسيون تعاون الناس اللي متضرين انها في هذه المنطقة وكننا من بعد النهار ديال الزلزال جمعناها في سوق ديالاتقاد دا وبدنا نجمع المساهمات من عند الناس ولنصينا اعلان في الغيزو السوسيو باش نجمعوا المساهمات والحمدلله بفضل تيسير ديالله والتيقة ديالناس اللي كي وضعوا دائما اتيقة ديالهم في جمعية معكم اللي دائما كتكون صباقة للخير جمعات واحد الباركة وشرينا بها المواد الغذائية والاغطية والمخاد والفراش وشدينا ترحال ديالنا المنطقة ديال امزميز هاتشي كان ليلة ديال الحد الليلة ديال الحد تما كان طلقها من مدينة سلا ووصلنا في الصباح شدينا اطراق بالليل والوصلنا في الصباح للمنطقة ديال اه تافرخت تما كان ديبو ديال واحد من الاعضاء ديال الجمعية تما حطينا العتاة ديالنا وعطينا المواد الغذائية دينا وعطينا كل شيء باش نشدو الرحال للضواوير المستهدفة اللي كنا ديجا منسقين معاهم. وبالنسبة للعراقيل راكم عارفين بحال هاد الفاجئة راك تجيع لاغفلة ما كيكونش ذاك شيء منظم كيكونش شوية ذاك شيء مال الحمدلله احنا كنت نتغلب ولاد العراقيل كنا عدنا تخوف من جمع المساهمات وادي مالحمدلله ربي وفقنا. يعني هاد الحاجة الليولة في العراقيل تحيدت من طريقنا. فالجينة اللي هنا هي الحاجة اللي كان صعيبة صعيبة بزاف هي التغطية بعدها. التغطية ديال الريزو كان صعيبة باش نتواصله مع الناس. هادي اول حاجة. ثاني حاجة طريق غير معبدة كان فيها بزاف 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 الصعوبات. من الحمدلله وصلنا للضواوير ونهار اثنين كنا وصلنا لواحد دوار في ففي جامعة ايمين دونيت باش يستفدوا واحدة دوار ولكني طرق كانت مقطوعة بزاف 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 وصلنا. نقطة النهاية اللي هي البلاصة اللي اللي فيها تراكس. وتما عطينا الاعانات ديالنا الناس ديال الضوار وفي ذاك اللحظة جات واحد الهزة ارتدادية وطح شوية ديال الحجر وهذه الناس ديال الجمعية والاعداء كاملين شوية تصابوا بالهلاع وشدتهم شوية ديال الخلعة. بوخاك دا كمنا على العمل لان نحن العمل تطوعي ووادع كانت مغامرة. الحمد لله ربيرك يلطفوا وداز الأمور بخير والناس كاملين استفدوا. ورجعنا في حالاتنا وكالعياء كان واحد جديد المنبغ لعيوب بزاف كان اللي طاح واحد دري معنا عيوب بزاف اغمية عليه ديال بالصح جاء المدسان شافوك اللي طرالي توكسيكاسيون بالنسبة حيث الماكلة كانت قليلة كان الستاف ميديكال اللي كانوا هنايا الناس متطوعين جيين من سبانيا من الشمال قدموا يد المساعدة لهذا العضو ولا بصيحة جيدة الحمد لله رمز لكي يخدم معنا وكان واحد الحاجة تايف العراقي لتصادفاتنا هي كما تكون ومشيئة من الجماعات مباشرة من الجماعات من الضوار الحمد لله كل شيء يستفيد الموضة الغذائية من الضوار الخيام والأفريشة والبونجات والمخاد والأفريشة 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 ولدهما من يوم الهذا المحل المفتم من الزب الم adjustments الملاح أي قادرة الانفرمية. اه سوانا والناس داروا لهم لكونسلطاتيو وفرقوا الادوية اليوم الحمد لله كانت الامور ناجحة ومشت بسلاسة الحمد لله وغالبا في البداية دي الأسبوع لفي الويكند غال تحقوا عوشاني ديميد سانخرين ودي زانفرمية اللي غان ديروا قافلة طبية لأنه تايل قنفية خاصة كبيرة لمنح هذه الادوية لمنح هذه الاطباء الناس كانوا نهار فاشك وقع لهم زلزال مشاول الشيشاوه ولا مشاول مراكش الدواء مما زال ما ما تسوانا والناس لدي رفاص ممزانة تعودات لهم وكين منك في الادوية كين منك في الادوية حاليا وشان نقول لكم انا بحكم العمل التطوعي كنديروه بحال شحال هادي اه الحمد لله دي ما كانت تصادفهم عال بزاف دي الحويج اللي كاتروا فينا وتجارب اللي اللي فغيموا اه كتعاون نحنا ولكن هاد الفاجعة حركت فينا بزاف دي الامور انا كيف ما كان قول لكم انا حاليا ده براجيت خليت وليدي يا خليت اه اولادي ومراتي وادي اه شي حاجة اللي يصعيب بزاف الزينة ترحال دينا ما 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 زينة لباكتاج لاتش شي حاجة مني وقعت الواقعة ووجين اللي نايا اه الحمد لله كانت مزيانة احنا مازالين مستمراين فيها مستمراين هذه الحويج جدي عالية الاستماعها يذفي ما هو كيين وكيين ونقاص لأننا احنا نرى في آثر الصدمة تكروا والتوفеры الامور واجدونها من انها التستفاد ويكون حاكمة ونواقonte الآن معرفة لم إيضاء we did not continue to me وصلنا من طاقة عمل مقطوعة في الطريق تماماية ووجد ذلك الهزة ارتدادية كان البنات الذين يريدون أن تخلعوا وقد كنا نضعوا الإعانات تماماية تكملنا العمل وفرغنا الإعانات وضعناهم لأننا ما يريد أن نرحل من مدينة سلاو ومنعنا لا شيء من أجل الماكلة وصلنا وضربنا تماماية ومشينا التمامة إلا ومغامرة وقد أفعلها في طالبه أن يطف فينا وقد أصبح مغامرة أما إلا أفغيمو كنا سنننطلعوا ونستطيعوا أن نقوم بإمكانك أن نقوم بإمكانك وقعادة أخرى وكما ترى أننا نرى أن نرى مازال ينفسها في روخة ومزاكف ونحن نرى أن نرى أن نرى مناطق المنكوبة نحن نرى أن نرى الضوار الذي لم يصلحوا إلى الإعانات والآن ستكلم على المدينة وعندما يكون فتحه ثقائية ومغامرة أن لا تكون تدادية ونرى أن تكون طريق مقطعية وليس فتحه في الطريق ويسفه في الطريق ويسفه على الطريق ويسفه على المدينة ويسفه على المدينة ونطلبها حتى يكون مغامرة التي لا يوجد ذلك ويسترلنا فيها اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة